نبقى في هذا الموضوع ينضم إلينا من لندن دكتور ياسر عبد الفتاح مدير المركز الدولي للدراسات الإنسانية دكتور ياسر في الواقع نقشنا منذ لحظات في فتراتنا الإخبارية هذه كيف تزداد درجة اندماج المسلمين في المجتمعات الغربية في خمس دول أوروبية من بينها بريطانيا أسؤال هنا كيف والحال هكذا هذا الاندماج وفق معيير المجتمع الغربي تتزايد هذه اللهجة في الجانب الآخر من جانب اليمين المتشادد بهذه الدرجة مساء الخيرات في البداية أنا بدي أحكي الشغلة أنه للأسف صاروا اللاجئين بشكل خاص والمهاجرين بشكل عام سلعة يتم التجارة فيها كانت من خلال تركيا وتوقيعها مع الاتحاد الأوروبي على إعادة المهاجرين أو اللاجئين إلى تركيا أو أخيرا طبعا ما صرح به وزير الخارجية بتقليل الفائدة التي ممكن تعطى للاجئين أو المهاجرين في النمسا حتى أنا بدي وصل لموضوع أكبر مني حتى في بريطانيا يتم الضغط على المهاجرين واللاجئين في طرق كثيرة من تخفيض موضوع الإنفاق من الناحية بسمون البنفت أو الدعم المادي للعوائل أو للأشخاص الموجودين في بريطانيا يتم أحيانا تأخير النظر في طلبات كثيرة لأكثر من سنة في موضوع اتخاذ القرار في عطاهم الإقامة أو عدم عطاهم الإقامة بدي أفصل ناحيتين في النمسا مثلا يبقى المهاجر أو اللاجئ حوالي سنة أو أكثر حتى ينظر القرار في عطائه الموافقة على اللجوء أو الهجرة أو عدم الموافقة فيه مصروفين خليني أحكي أنه فيه تمويل بيكون قبل الموافقة وتمويل بعد الموافقة بعد الموافقة يصبح طبعا المهاجر أو اللاجئ جزء من المجتمع الأوروبي يحق له العمل يحق له ما يحق لأي إنسان آخر في هذا المجتمع ولكن للأسف عملية الاندماج نحن اشتغلنا فيها فترة طويلة في بريطانيا وهناك تأثيرات إيجابية وهناك تأثيرات سلبية للأسف الحكومة البريطانية بشكل خاص لم يكن لديها برنامج واضح لموضوع اندماج المهاجرين في موضوع المجتمع البريطاني في هذا الإطار إذا سمحت ومفهوم جدا أن التصرحات وزير خارجية النمسا تأتي في إطار حملة انتخابية يريد الوصول بها إلى سدة الحكم لكن في نهاية الأمر لنا تجارب مثلا مثل هولندا عندما يذهب المواطنون الأوروبيون للتصويت لا يؤيدون كثيرا اليمين المتشادد المتطرف هل من تفسير لذلك؟ اليمين المتطرف هو تصاعد بشكل بطيء وليس له تأثير كبير على المجتمع الأوروبي بشكل عام ولكن للأسف الحوادث الأرهابية التي حدثت في بريطانيا وفي بعض الدول الأوروبية كلها تعمل تأثير سلبي على وجود المهاجرين واللاجئين في الدول الأوروبية وعم تخلي تزايد في تصاعد اليمين المتطرف في الدول الأوروبية ولكن بشكل عام أنا أريد أن أقول ببريطانيا لأننا لدينا تجربة كبيرة ببريطانيا ما زالت اليمين المتطرف طبعا إمكانياته محدودة ما قالوا أي تأثير بشكل عام على المجتمع البريطاني ما قالوا أي تأثير بشكل عام على اتخاذ القرار ضد المهاجرين واللاجئين في بريطانيا أنا أشكرك شكرا جزيلا دكتور ياسر عبد الفتاح مدير المركز الدولي لدرسات الإنسانية